يترقب الجميع موعد إطلاق عملية عسكرية خامسة في سوريا تحت بندب كافحة الإرهاب وباسم منطقة آمنة بعركة عسكرية يبدو أنها أضحت قاب قوسين أو أدنى بعد أشهر من التهديد والوعيد وعلى وقع التطورات الحاصلة خلال الأيام الأخيرة يبدو أن مشهد العملية بات مكتملا موضع قوات سوريا الديمقراطية في خانة البحث عن حليف مؤقت ربما ولا مانع من أن يكون نظام الأسد فعدو عدوي قد يكون صديقا لي إن ضاقت بي الحال تسارع قسد إلى تشكيل غرفة عمليات عسكرية مع النظام برعاية روسية مع وصول خمسمائة وخمسين عنصر من قوات الأسد مع استحادهم وانتشاره في ريف محافظة حلب الشرقية وبلدة عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة ضمن خطة دفاعية مشتركة علها تحفظ مع وجهها على أقل تقدير تقول قسد إنهم يعملون وبالتنسيق مع مسؤول النظام لتطوير صيغة عمل مشتركة ورسم خطة دفاعية في مواجهة أي هجوم تركي وإن هناك تطورا إيجابيا في هذا المجال ومع انتظار رصاصة البدء يصبح من الوارد التنبؤ بمدى جدية الأتراك لاستكمال منطقة الآمنة التي وضعها أردوغا كهدف مباشر لأي تحركات تقوم بها قواته على الأرض ومدى تخوف قسد من أي عمل عسكري قد يغير خريطة السيطرة الميدانية على الأرض بعد أشهر من ثباتها